من بعد ما عملت جيج وبيض بالإيرفاير قررت اليوم أعمل لاجف لامب سخنتها شوي قبل بوقت ومن بعدها زدت جزر ملاح وبهر حطيت زنجبيل وتوم وبصل حطيت بهرات خشنة ومن بعدها قررت حط شوي مرقة جيج نصيحة صغيرة لما تعملوا لاجف لامب حي تكون ما تشكوها وتحطوا لتوم فيها لأنه هدا بيطلع فيها كل الماء وكل التراوي بخليها تنشف أخدتنا هيدا تقريبا ساعة وربع الخضرة اللي حواليا نشفوا طلعت شوي طرية بس بفتكر بفضل هيدا اللي عملها بالفرون